استقبلت قيادة تجمع الوطن للأحرار برئاسة سيد عزيز خنوش رئيس الحزب قيادة حزب الجمهوريين الفرنسي برئاسة سيد إيريك سيوت رئيس الحزب في إطار العلاقات السياسية العامة التي تجمع حزب تجمع الوطني الأحرار بمجموعة الحزب الشعبي الأوروبي بكل عضائه لأن نحن تربطنا علاقات سياسية وقوية مع مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي البيبيبيو وفي هذا السياق تندرج هذه الزيارة الحزبية كانت فرصة لحوار شفاف صريح وعقلاني مع هذا الحزب الصديق حول كثير من القضايا السياسية التي تهمنا والتي تؤرقنا وركزنا بصفة خاصة على ما يحدث داخل البرلمان الأوروبي وبرز كثير من السلوكات السياسية التي لا تخفي أعداءها للمملكة المغربية وللمغرب وتجتهد في منوأة ومعاكسة الحقوق المشروعة لبلادنا وخاصة ما يتعلق بقضية استكمال الوحدة الترابية والتمسك الإجماعي للمغربة بوحدتهم الترابية قلنا عبرنا لأصدقائنا الفرنسيين عن شجبنا لهذه السلوكات وذكرنا بما يجمعنا بما يجمعنا بالتحاد الأوروبي من علاقات إيجابية بما يجمعنا وجمعنا على امتداد عقود طويلة من علاقات شراكة مميزة مع فرنسا وامتعادنا للتظاهر التظاهر الذي تعرفه هذه العلاقات في الآوينة الأخيرة بدون سبب معقول وتلفيق تهم زائفة للمملكة المغربية واستغلال بعض القضايا الحقوقية للنيل من المغربي ومن وحدته الترابية إذن كان حوارا شفافا أيضا ذكرنا فيه بكل المكتسبات التي حققتها المملكة المغربية بقيادة جلال الملك في المجال الديمقراطي في مجال الحقوق والحريات والأدوار الكبيرة التي يقوم بها المغرب في مجال محاربة الهجرة غير النظامية وتطوير كل علاقة الشراكة مع أوروبا التي نتقاسم معها نتقاسم معها كثيرا من القيام وكثيرا من التطلعات أيضا تدرسنا تطوير العلاقة الثنائية بين الحزبين وتنمية السياقات التعاون السياسي مع هذا الحزب خاصة ما يتعلق خاصة فيما يتعلق بالحقول المشتركة التي يمكنه أن نشتغل فيها هذا بصفة ما تم في هذا اللقاء أمام حزبين أفق واعد للعمل المشترك ولتطوير التعاون ولإسماع صوت المغرب ومشروعية الحقوق المغربية في الحقل السياسي الفرنسي والأوروبي لا تنسى للشراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيس بريس ترجمة نانسي قنقر